طيب معنا رسالة خاصة من الدنمارك لوسام أبو علي الفلسطيني وسام أبو علي طبعاً منضم للنادي الأهلي من سيريس السويدي لعب رائع وموهبة حقيقية وهو يحمل أيضاً الجنسات الدنماركية بالمناسبة وبدأ مشواره في الدنمارك وتدرج في النشئين لحد ما لعب في الدور الدنماركي الممتاز وبعدها انتقل للدور السويدي وسام أبو علي كمان لعب لمنتخبات الدنمارك في مراحل النشئين المختلفة وأرقامه كانت رائعة وفي مرحلة من المراحل كان مدربة هو لس يورجنسون اللي لعب معه وسام أبو علي 29 مباراة سجل خلالهم 22 هدف وصنع هدف وده معدل عالي جداً النهاردة في سيفن دي سبورت رسالة خاصة بالصوت والصورة من لس يورجنسون المدير الفني لمنتخب الدنمارك للشباب واللي درب وسام أبو علي لفترة طويلة جداً وهنشوف هيقول إيه على وسام رسالته للعب نادي الأهلي الجديد أهلاً وسام في البداية خلص التهنئة لك عن انتقالك إلى مصر لقد جعلتني هذه الأخبار سعيداً جداً وفخور عندما قرأت أنك انضمنت للنادي الأهلي أعلم أنه كان أحد أكبر أحلامك وطموحاتك أن تنتقل إلى هذا المستوى الأفضل وعملت بجد منذ اليوم الأول لأجل هذا أتذكرك الآن عندما كنت صغيراً في النادي تداعب الكرة وتفعل كل شيء يمكنه أن يطور مهاراتك لتصل إلى أفضل نسخة يمكنك الوصول إليها ولذلك أنا بالغ السعادة لرؤيتك تخطو خطوة على هذا المستوى وأن تنضم لأحد أكبر الأندية المصرية بحق وبالتأكيد على الدور المصري أن يحضر لأن هناك مهاجماً هدافاً وصل إليهم الآن وليس فقط لاعب كرة جيد وإنما شخصية رائعة وعظيمة على المستوى الإنساني أتمنى ومتأكد من أن التوفيق سيكون حليفك وكذلك الحظ السعيد كلام مهم من مدرب منتخب الدنمارك للشباب والذي درب وسام أبو علي الفترة طويلة وبالتالي إحنا أكيد انضمام ولينا شيء يضيف لوسام أبو علي للنادي الأهلي وإن شاء الله يمثل إضافة قوية لخط الهجوم كمان تقديم وسام أبو علي في الأهلي واحدة من أفضل تقديمات اللاعبين الجدد والحقيقة ده استمرار لتميز المركز الإعلامي للنادي الأهلي بالمناسبة في تقديم اللاعبين الجدد والملف الإعلامي بشكل عام وده شفناه في مختلف الصفقات وفي كل المناسبات الخاصة بالنادي الأهلي الحقيقة يعني كمان وسام أبو علي خلاص موجود بيتمرن وعنده فرصة كبيرة للاندماج بسرعة جوه النادي الأهلي خلال معسكر الإمارات اللي هيكون فرصة كمان لكولر أنه يطبق أفكار جديدة مع اللاعبين بعد فترة طويلة من ضغط المباراة التالية حابب بس أشكر فريق إعداد الندي 7D Sport كله على المجهود اللي هم عاملينه وكمان فيديو سام أبو علي وفيديو المدرب بتاعه يمكن ده مجهود كبير جدا لفريق عمل 7D Sport